السلام عليكم ورحمة الله عندنا مناسبة جماعة في عندنا فرح قريب وهقلوكو عليه وهخليكو تحضروا معي الفرح فنزلنا بقى وسط البلد هوريكو الموديلات فانا حبيت اصورها للبنات اللي بتحب تتفرج على الموديلات السوري فقلت اصورها بقى ونزلها برضو بالمرة كده للناس اللي امتبعاني عملتلكو جولة جامدة كده فاتفرجوا وقلوا لي ايه رأيكو واللي عايز سعر اي حاجة يعمل لي سكيرينا كده ويبعتلي او يقول لي الفستان كده وانا هقول له سعر انا عاملت جولة دي زي ما قلتلكو ان احنا بندور على فستين لجنة وتوتا احنا دربع المناسبة وكل سنة وانتو طيبين وبشكر كل الناس اللي امتبعاني والناس بقى اللي مش متبعاني نزلوا وعملولي متابعة مش هتخسروا اي حاجة لو عملتولي لايك كده جميل ومتابعة والتعليق حلو كده زيكم هي دي اللي كانت موجودة في وسط البلد وكان فيه ستايلات كتيرا جدا بس احنا تعبنا ولفنا كتير تقريبا لفنا وسط البلد كلها رحنا في امان كتيرا جدا وكل محال ندخله بقى انا وعد نقيس ونتفرج وفي حاجات كتير انا ما صورتهوش والقولي ايه رأيكم في اللي ستايلات دي جابنا قاسة الفستان ده بس بصراحة كل اللي ستايلات اللي احنا شفناها دي ولانا صورتها يعني ايه كل ما جدنا تقس حاجة تطلع كده كبيرة عليها حسن هي مكبرها قوي فالاخر خالص احنا اشترينا حاجات كده كيوت وهورها لكم برضو بس مش دلوقتي في الفيديو اللي جاي تابعوني وهوركوا احنا اشترينا ايه وتفرجوا يلا على الاستايلات دي وقولولي ايه رأيكم كل اللي طالع مو ده بقى هتلقوا فوسط البلد كل المحالات فيها يعني استايلات كده زي كده وجدنا كان عجبها الفوسان ده عشان ابيض وقسيته بس بصراحة ما كانش عجبنا انا هقوللكو احنا جبنا ايه زمان اقلتلكو بس مش دلوقتي يعني الفيديو الجاي ان شاء الله هوريكم مشترياتنا اللي احنا اشتريناها وكمان روحنا انا مصورة عاملة جولة في محل كده محل شوز بيبيع الشوز والشونط وعنده تصفيات جمدة هقوللكو بقى بالاسعار بقى هقوللكو كل حاجة بالاسعار قروري رايكو في الفستان ده وده كمان اه ودي بقى سلوبيتة يعني منتشرة اوي يعني طالع مودة اوي اوي نفس فكرة السلوبيتة دي شوفنا في محلات كتير وتودة كانت عايزة جبدة ده بقى بضي بتلبس على الجيب اللي هي طالع مودة اللي هي الجلد القسيرة دي هو بكمة على فكر وفيه منه كل الوانه وده كمان اهو كان فيه منه الوان كتير اوي هو ينفع سواريه برضو وينفع خروج يعني اه قروري رايكو فيه وبصوا بقى اللي جاي ده دي فستان برضو اهي يلا يا جماعة بقى اللي مشتركش ينزل يشترك في القناة ويشجعني كده قولوا يا رايكو على فكرة اللونها اسود دي سلوبيتة بصوا اهي ببنطلون بس والله في اللبس وخروف انا كان نفسي جنة تجيبها بس هي مش عاجبة جنة مش عارفة لي جنة عايزة فستان مش عايزة سلوبيتة بقى هي اصلا شكلها فستان وشكلها كده شيكو وشكلها جميل قوي بس مش عاجبة جنة اتفرجوا بقى كده وقولوا لي اي رايكو ازا ما قلتلكو اللي عايز سعر اي حاجة يكتب لي في الكومنت ويقول لي سعر كزا وانا هقول له السعر السعر بتاع الفس المسي اصعار وسط البلد في حاجات سعرها قليل وفي حاجات سعرها غيلي يعني مش كله في حاجات سعرها حلو كده وبتبدأ مثلا من 400 جنيه وانت طالعة بقى لحد 1700 و1500 واللي عايز بقى يشتري حاجة جميلة وفي نفس الوقت سعرها حلو يكتب لي في الكومنت وانا هقول له على مكان بالعنوان بالتفصيل بالزبط يروح يشتري فساتين زي وسط البلد دي بالزبط وسعرها حلوة قوي يعني سعرها جامل شافوا اي رأيكو في الفساتين دي عاملة ازاي تنفع برضو لمناسبة وتنفع لغطوبة او شابكة كده وتنفع للحنة برضو بس شكلها حلو وعلى فكرة انا في الفيديو دي برضو يعني صورت فساتين كتير سواري بس ايه الفيديو هيبقى كبير قوي عليكم فأنا قلت اخلىها للفيديو اللي جاي آآ فساتين ايه عبيات عبيات بتاعت الصباحية وعبيات استقبال سوري انا بقول لفساتين عبيات فقلت الفيديو هيبقى طويل نخلي الفيديو العبيات لوحده اقابلكو لوحده والفيديو ده خليلي الفساتين السواري وكمان الفيديو اللي هو بتاع فيه الشوز زي ما انا قلت لكم وهكتب لكم بقى العنوان بالتفصيل في الديسكريبشن وهقول لكم برضو على الاسعار شوف الفوسنان ده كان عجبني اولوه السلفار ده لو وده كمان وده ده جميل هجبه لكم الوقت كامل اهو زي ما انتم شايفين كده عشان كنا مسار من قريب وكان كده محتوط في الفاترينا كده لازق في الفاترينا كنا مسار من قريب يلا بقى اعملولي متابعة وطبعوني اشتركوا في القناة